برنامج الكابتن بشأن حالته الصحية الكابتن ناظم يعني هو من دخلنا كان بحالة جدا سيئة حاليا يعني أكو بعض التحسن لكنه هو حاليا على جهاز التنفس الصناعي ما وصل يعني مرحلة الشفاء أو ما عدا مرحلة الخطر لحد الآن حالته يعني بعدها شنو الأسباب إنه لحد الآن حالته يعني إحنا نعرف يعني والسامعين وإحنا نريد الخبر من عدكم إنه كورونا عشر تيام أرباط عشر يوم بعدين بدأ الشخص يتماثل الشفاء هو تقريبا صال لخمسة وعشرين يوم نعم هو صال لخمسة وعشرين يوم الإصابة مالتها إصابة قوية والمضاعفات اللي صارت عنده مضاعفات المرض يعني مو فقط العدوى أيضا أكو مضاعفات المضاعفات اللي تعرض لها الكابتن بالرأة مضاعفات قوية فلحد الآن حالته يعني ما أقول لك أنه بعده يعني حالة متوسطة الحقيقة صحة الكابتن الآن بحسب قول الأخصائي اللي هو يأتي من خارج المستشفى أيضا تعتبر حارجة على أساس يعني الكابتن الآن تحت جهاز الألفليتر اللي هو الإنعاش الرئوي يعني ما ممكن نحن نقول أن حالته متقدمة إلا يعني ينزيل هذا الجهاز الآن هناك مرحلة أخرى يعني في كل ساعة نخلي هذا الجهاز الإنعاش الرئوي نحول على الجهاز التنفس البسيط يعني الآن الحالته مطمن يعني بشكل كبير صحته جيدة هو يعني متعافي بكامل حيويته أيضا لكن المشكلة بمسألة التنفس هو عنده يعني مشكلة السكر سابقا ومن خلال كورونا أيضا أصيب قبل فترة بيعني ذبحة صدرية أثرت عليها سببت بعض التجلطات يعني بالشرايين اللي هي أثرة إلى حد ما بالتنفس هذا يحتاج لوقت بحسب قول الأقصائيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر